صباح الخير زميلة ويسام صباح الخير لكم من المشاهدين أهلا بك كيف هي أجواء ربما الامتحانات شهدت التعليم الباكالوريا في الثانوية باكالوريا في يوم الثالث هناك في قصنطينة قبيلة دقائق ربما من الدخول إلى قاعة الامتحانات نعم زميلة ويسام هي أجواء اليوم الثالث من امتحانات شهدت التعليم المتوسط التلميذ الذين اجازوا على يومين متتليين امتحانات وصفت بعضها بأصعبة ووصفت بعضها بالمتناول التلميذ الذين سيدخلون اليوم بقي تفصيلهم حوالي ربع ساعة والالتحاق بقاعات الامتحان يحضر معي بعض التلميذ الذين سيجازون امتحانات شهدت الباكالوريا على يميني مترشح أعطينا الاسم تأك عبد الرحيم امير نولا يتقاص نطعينا عبد الرحيم كيف هي الأجواء في اليوم الثالث وكيف هي تحضيراتك للامتحانات خاصة وانت مقبل على على امتحان المحاسبة وهو امتحان ربما أساسي ومعامل ستة الحمد لله احنا درنا اللي علينا وقارينا ودرنا الشي اللي كتب ربي والباقي الى ربي كما نقولوا بدلنا مجهودات وشوفوا طراش معا كيف هي الأسئلة يعني في اليوم الأول ويوم الثاني كيف هي كانت أسئلة في المتناول في متل لغة العربية ومتل قانون اسلامية كان شوية دورة كثيرة درنا اللي علينا بصح والباقي العربية كما يقولوا يعني هل حضرتم جيدا لهذا الامتحان نعم حضرنا بصح كما قالوا نهما سيكون امتحان سهل لسنة 2019 سيكون في المتناول لكنه كان نورمال في المستوى يلقى اللي قرى مثلا قولوا يلقى وليما قراش ربما شوف اليوم الاول ارتباء حاطكم نوع من الارتباك في اليوم الاول انتم يعني للان في اليوم الثالث ربما لمستم بعض الارتياح هي زال شوية من الارتباكة ديك زادوا عاونونا شوي شيوخا كانوا متساهلين معنا في الحراسة ساعدونا كول باقي العربية سبحانه درنا اللي علينا شكرا ومعي ايضا مترشحة اخرى عطنا اسمتك بن معددي شيماء شيماء كيف هي تحضيراتك وكيف هي الاسئلة في اليوم الاول واليوم الاسئلة في اليوم الاول كانت متوسطة يعني في متناول جميع اما الموضوع الرياضيات كان صعب جدا حقيقة اليوم بولبرلمان تجميد العمل داخل الغرفة السفلة اليوم مادت تسير المحاسبي والمالي ان شاء الله نخدمه فيها وخلاص حدرت جيدا لهذه المساحة نعم حدرنا جيدا والباقي على ربي نسو كله على ربي ربما لمستم بعض الارتياح خاصة انتم تجسازونه لليوم الثالث على سالة لكن الارتياح ليوالو كل يوم خايفين لا غالب ربما الحراسة ما اتصرتش عليكم الحراسة كان جدا مشددة خاصة الاساتيدة يقفوا عند دراسنا وكينا هدروا معهم ما يجبدوش ما كان جدا مشددة ويعني نوع من الارتباك نعم شكرا لك بتوفيق لك وبتوفيق لكامل التلاميذ المقبلين على هذا الامتحان كانت هي بعض اصداء التلاميذ الذين سيجتازون امتحان المحاسبي وهي ربما امتحان مصيري بالنسبة لهم معامل ستة نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لكامل تلاميذنا لبأسا نذكر فقط زميلة ويسام ان عدد التلاميذ في قسنطينة قد بلغ حوالي 19 ألف مترشحة موزع على ستين مركزة اجراء عبر 11 بلدية شكرا لك شمسدين تامل تفضل شمسدين في عوجها لفق جدير بالذكر فقط زميلة ويسام ان مديرية التربية قد خصصت مركزين تصحيح على مستوى ثانوية ابن باديس وعلى مستوى ثانوية الحرية ومركز تجميع واحد على مستوى مدينة قسنطينة شكرا لك هل من الأسئلة زميلة ويسام لا أشكرك شمسدين تامل مراسل قناة نهار لقسنطين شكرا لك شكرا لك شكرا لك